بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السامن الصياد والدب صياد صاد دبا ورباه صياد مبتدأ صاد فعل ماضي خبر المبتدأ وفعله ضامير مستطر تقديره هو وهو عايد على المبتداء دبا مفعول به وحرفعة رب فعل وفعله مفعول به فألفه الدب كسيرا وأحبه حبا شديدا فحرفعة ألف فعله مفعول به الدب فاعل ألفة كسيرا نائب مفعول مطلق التقدير فألفه الدب ألفة أو إلفا كسيرا وحرفعة أحب فعل وفعله مفعول به حبا مفعول مطلق شديدا نعت فكان يمشي معه من مكان إلى آخر ولا يفارقه ويبزل وسعه في طاعته فحرفعة كان فعل ماضي ناقص واسمها ضامير مستطر تقديره هو في محل رفع يمشي فعل وفعل وجملة يمشي في محل نصب خبر كان مع ظرف مكان وهو متعلق بيمشي مضاف هو مضاف إليه من مكان جار ومجرور متعلق بيمشي إلى آخر جار ومجرور متعلق بيمشي آخر مجرور وعلامات جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والمانع له وزن الفعل والوصف وحرف عطف لا نافية يفارق فعل وفعل هو مفعل به وحرف عطف يبزل فعل وفعل وسع مفعل به مضاف هو مضاف إليه في طاعة جار ومجرور متعلق بيمشي طاعة مضاف هي مضاف إليه ويحفظ إذا نام من الحشرات المؤزية وحرف عطف يحفظ فعل وفعل هو مفعل به إذا اسم الشرط مضاف زرف زمان وهو متعلق بيمشي نام فعل وفعل والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه من الحشرات جار ومجرور متعلق بالفعل يحفظ المؤزية نعت مرة خرج الصياد إلى بعض الجهات ومعه الدب مرة زرف زمان وهو متعلق بخرج خرج فعل ماضي الصياد فاعل إلى بعض جار ومجرور متعلق بخرج بعض مضاف الجهات مضاف إليه ووهو الحالية مع ظرف مكان مضاف والهقضامير متسر في محل الجر مضاف إليه وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم الدب مبتدأ مؤخر وجملة معه الدب في محل نصب حال فنزل في الطريق في زل شجرة ليستريح فحرف عطف نزل فعل وفاعل في الطريق جار ومجرور متعلق بنزل في حرف الجر بمعنى إله زل اسم مجرور والجر والمجرور متعلق بنزل شجرة مضاف إليه لحرف الجر بمعنى كي يستريح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حرف الجر التقدير لأن يستريح والمستر المؤول من أن والفعل في محل الجر والجار والمجرور متعلق بنزل فلما نام الصياد أخذ الدب يحرسه على حسب عادته فحرف عطف لما زرف زمان مضاف يتضمن معنى الشرط وهو متعلق بأخذ أو يحرسه نام فعل الصياد فاعل والجملة في محل جر مضاف إليه أخذ فعل ماض من أفعال الشرع الدب اسم أخذ يحرس فعل وفاعل وجملة يحرس خبر أخذ هو مفعل به على حسب جر ومجرور متعلق بيحرسه عادة مضاف إليه عادة مضاف هي مضاف إليه فسقطت زبابة على وجهه فحرف عطف سقطت فعل زبابة فاعل على وجه جر ومجرور متعلق بيسقطت وجه مضاف هي مضاف إليه فمنعه الدب مرارا وهي ترجع وتسقط على وجهه فحرف عطف منع فعل ماضي ها مفعل به الدب فاعل مرارا زرف زمان وهو متعلق بي منع وواو الحالية هي ضامير منفصل مبتدأ ترجع فعل مضارع خبر وفاعله ضامير مستطير تقديره هي والجملة في محل النصب حال تسقط فعل وفاعل وهو معطوف على ترجع على وجه جر ومجرور متعلق بتسقط وجه مضاف هي مضاف إليه وعند ذلك غضب الدب غضبا شديدا وأخذ قطعة حجر ليقتل بيها الزبابة وحرف عطف عند ظرف زمان وهو متعلق بغضب ذلك مضاف إليه غضب فعل ماضي الدب فاعل غضبا مفعول مطلق شديدا نعت وحرف عطف أخذ فعل وفاعل قطعة مفعول به مضاف حجر مضاف إليه لحرف الجر بمعنى كي يقطل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حرف الجر وفاعله ضامير مستطير تقديره هو والمستر المؤول من أن والفعل في محل الجر والجر والمجرور متعلق بأخذ بها جار ومجرور متعلق بيقتول الزبابة مفعول به فرماها بها وهي على وجهه فحرف عطف رما فعل وفاعل ها مفعول به بها جار ومجرور متعلق برما وواو الحالية هي ضامير منفصل مبتدون على وجه جار ومجرور متعلق في كائن تقدير وشبه الجملة في محل رفع خبر المبتدئ وجه مضاف هي مضاف إليه والجملة في محل النصب حال فمات الصياد في الحال فحرف عطف مات فعل ماضي الصياد فاعل في الحال جار ومجرور متعلق بمات عدو عقل خير من صديق جاهل عدو مبتدأ عقل نعت خير خبر المبتدأ من صديق جار ومجرور متعلق بخير جاهل نعت والله أعلم بالصواب ترجمة نانسي قنقر